متابعين الكرام أهلاً وسهلاً بكم في هذا الفيديو الجديد من قناتنا من أرد ثقافة والذي سنتحدث فيه عن الشركس لكن قبل أن نواصل ندعوك طبعاً إلى الاشتراك في قناتنا وإلى الأعجاب بالفيديو وتفعيل جرس التنبيهات الشركس هم شعوب من أقليم القوقاز جنوب روسيا مثل الأتيقة الشيشان، الأبخاز، الأبيخ والدغستان وتعني كلمة شركس الشخص المحارب يقع موطنهم الأصل القوقاز بين البحر الأسود وبحر قزوين إلا أنهم وبسبب الحروب التي تتالت على بلادهم تفرقوا في بلدان كثيرة كتركيا والشام ومصر ولقد وصفهم ابن خلدون كما يلي الشركس هم جيل من الناس يسكنون جبال القوقاز وهم أكمل بني آدم خلقة وأحسنهم وجوها وأشجعهم قلباً وأشدهم للشدائد مقاومة أما البستاني فقد قال عن الشراكسة هم قوم حداد النظر، أسلحتهم مشهورة وهم أعلى الناس همة وأشجعهم وأجملهم من ناحية أخرى كتب القصة الإيطالي جوفاني لوكا الذي قام بمهمة تبشيرية في بلاد القرم في القرن الثامن عشر ما يلي عن حياة الشركس في تلك الغابات كان واحد من الشراكسة يجبر عشرين تترياً على الفرار من أمامه وبالتالي فلقد كانت هذه الملات متفوقة ومتميزة عن غيرها أما عن ديانتهم فأغلبهم مسلمون ويدين القليل منهم بالمسيحية لهم عادات وتقاليد خاصة بالتعامي واللباس والأغاني والرقصات ويقدسون ثلاثة أشياء هي الأخلاق، القوى والوطن ولهذه الأسباب كان الصلاطين العثمانيون وعدة ملوك مسلمون آخرون يفضلون الجواري التي يتم جلبهن من تلك الأماكن ومن أشهر السلطانات الشركسيات السلطانة مه دوران، السلطانة مه فيروز وعند المماليك يعتقد أن شجرة دور هي من أصل شركسي أعزائي هكذا نكون قد وصلنا إلى آخر هذا الفيديو نتمنى أن يكون قد أعجبكم وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة تحياتي أنا فردوس حافظ لشيد إلى اللقاء